مستمعي شبكة عين فتاريخيا في السودان كانت بداية تعليم المرأة في 1907 وأول مغنية سودانية لها فرقة وسطوانات مسجلة عايشة الفلاتية وكان في العام 1942 وفي 1943 اتأسست أول جمعية نسائية وفي 1952 اتأسس أول اتحاد المرأة في السودان واللي هو الاتحاد النسائي السوداني حيث قيمت الفترة من عام 1951 لعام 1971 بإنها كانت أكتر فترة شهدت حرا مجتمع مدني نسوي لتقييرات مؤسسية في القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة في السياسة والعمل وللمزيد من التقارير الصوتية وتقارير الفيديو زورونا على موقع الشبكة على الانترنت عاين.com